من دقيقة لأخرى يختلف سعر صرف الدولار في لبنان إذ يواصل سعر الصرف في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني حيث سجل حتى الساعة 25300 ليرا للمبيع و25400 ليرا للشراء تحياتي بزل الكباش بين المصارف والقضاء وحاكم مصر في لبنان وتوقيف شقيق حاكم مصر في لبنان وضع النقدي بالبلد اليوم سيرع بالانهيار علماً من بداية الأزمة ومن بداية المعالجة كنا نقول أنه منصة سارفة أبداً منها علمية ومنها منطقية لأنه ما في شي بنية وفيها يعالج الأزمات الاقتصادية والنقضية هي فقط مبنية على أعطاء الدولارات مقابل ليرا من دون دايموم ولا أستدام التذكر ولكن ما حصل اليوم من كباش دفع حاكم مصر في لبنان للرد بشكل واضح على أقارات القضائية بتوقيف العمل بمنصة سارفة بشكل غير مباشر يعني هو بقول بعد سارفة موجودة ولكن خفف الكوتا اللي بتيعطيها المصارف لتشتري فيها بعد ما كان يقول أن الكوتا هي unlimited يعني غير محدود اليوم اتفق مع المصارف أن يعطيها قوتا محددة مقسمة على عدة أيام ليوصلها المبلغ فبالتالي ما عاد قادر المصارف تلبي الزبائن بشكل يومي فصار الزبون إذا بدي حط مبلغ على سيرفة بدي ينطر من ثلاثة أيام لأربعة أيام وهذا إذا حصت عليهم وحيخدهم بشكل مجزأ حتى بلحظة الأبض يعني ما هيقبض كل مبلغ بيوم واحد كمان هتجزأ الأيام هذا خلق نوع من عدم الاستقرار وكل الناس كانت بتعود وتنزل كل يوم تجيب مصاري من سارفة لقدت مباشرة للسوق السوداء فارتفعت طلب على الدولار بالسوق السوداء بشكل كبير مما خلق نوع من ارتفاع بسعر صرف الدولار وهذا عمل خوف وقلق عن بيئ الناس بالتأكيد اللي كمان لجوا بسرعة لحتى يلحقوا حالهم لأنه كانوا سبقوا وشهدوا الدولار وصل إلى 34 ألف فدغري مخيلتهم والصورة بتجي أن الدولار ممكن يتخطى هيدا الرقم فهيدا الأمر السهم اليوم بارتفاع كبير بسعر صرف الدولار أما عن الكتلة النقدية بالعملة الوطنية فيقول الباحث والخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي في اتصال مع الجديد أنها متوافرة وبشكل كبير أما الكتلة النقدية بش صحيح أنه مش موجودة اللبناني موجوده متوافر ما زال عنا حوالي بحب الكتلة النقدية بين 40 إلى 42 ألف مليار مصر لبنان ما ضبه وكل اللي ضبه أنه خمس تلاف مليار ليرة على مدى شهران رجع ضخم منهم للأسواق علمنا أنه مازال لبعض الأحيان عم بيحاول أنه يمد السوق بالليرة لحتى يجيب دولار عبر الOMT وغيره وعبر دفع نفقات الدولة فبالدالي الكتلة النقدية بالليرة مازالت كبيرة جدا ولكن كبار التجار والناس اللي معنا مالك بيدي كانوا عم ينتظر لحتى يمرؤوا عصير فيه أو بانتظار انخفاض سعر صرف الدولار حسب ما كان يحقها لعشرين أو أدنى هذا الشي صار واضح أنه ما صار ونقنا من الأشخاص اللي كان رأيهم من الأساس ما حيصير فاليوم راح الطلب بشكل قوي على الدولار والليرة الإدنانية بلاش تظهر من مخبأة بهيدا المعنى بالزبط وصارت تتوجه مباشرة لمين عند الصرفين مش على المصارف لحتى تجيب دولارك فهذا خلق نوع من ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار ويرى دكتور جباعي أن حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ومن خلال الإجراءات التي يتخذها يحاول توجيه رسائل إلى القضاء اللبناني مشيرا إلى أن كل الإجراءات التي كان قد اتخذها الحاكم هي غير بنيوية ومصرف لبنان اللي عم بوجه رسائل مباشرة للمعنيين أنه إذا نحن يصار في محاكمات قضائية بحق الحاكم أو شقيقه أو غيره رح يكون في عنا عدم فتح اعتبادات للبنزين بمطرح ما هنعطي الناس دولار مزبوط التعميم من بطءه ما ما نخلي يمشي بنفس الوقتير السيبة فكل هيدا هيخذنا على ارتفاع بسعر صرف الدولار هذه الأموال منها هذه الإجراء منها مني ويأصلا من الأساس وهي أصلا استنزف الدولارات على الفاضي لفترة الماضية ومصرف بنا لا الاقتصاد ولا البنية الاقتصادية ولا البنية المقضية فبالتالي ونحرب مننا المودعين يعني كان المصرف عم يعطي مبالغ كبيرة لليرا للناس من برية المودعين أما المودع عملوا لمدة شهري كحد أقصى 400 دولار فرج دولار بينما كان ياخذ المواطن يومي بين 4000 و5000 دولار فبالتالي كل هيدا اليوم رجعنا للنقطة أساسية وهي أنه باللحظة اللي بوقف فيها مصرف جدنان أو بخفف عمله على سعره فهذا دولار حيرجع يطلع وهيدا اللي صار اليوم وهيدا شي متوقع وطبيعي جدا وارتفاع سيستمر لفترة طبيعية لأنه أصلا مصرف فبنان اليوم قدرته على دخل دولار بلاشتقل احتياطاته نزلت من 13 مليار لحدود العشرة مليار دولار في عندنا نحن حاجة أيضا لدفع للمستوردات من بره بعد ما غير النفط والغاز والقمح بأرقام عالي جدا بعد الأزمة الأوكرانية في كل هيدا بيحتم أنه مصرف فبنان قدامه حل واحد وهو أنه يوقف سيرفها بشغل غير مباشر ويعلي سعر أيضا من أجل استخدام أموال محددة لحتى يعود الخسائر فكل هيدا سيؤدي لمزيد من الارتفاع بسعر صار في الدولار إذن وبحسب دكتور جباعي إن ما نشهده اليوم يعود إلى المعركة القائمة بين المصارس والقضاء اللبناني فهل يشكل المواطن وقود هذه المعركة؟